السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاء عظيم يحفظك من فيروس كورونا ومن جميع الأمراض نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم حيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يعني كان النبي بيستعيذ بالله من أربع حاجات أول حاجة البرص البرص مرض جلدي معروف إن الجلدي بيبقى زي ما يكون جزء غامق وجزء فاتح زي ما يكون يعني الجلد مبقع جزء فاتح وجزء غامق هذا المرض لا يصيب صاحبه بألم جسد يعني ما فيوش آلام جسدية إنما يسبب لصاحبه آلاما نفسية بتيجي منين الآلام النفسية؟ إنه بيكون متأذي من منظر الجلد جزء فاتح وجزء غامق أحيانا بييجي في الإيد فقط أو في الرجل لكن في الغالب بييجي في الوجهة أيضا فبيسبب له آلاما نفسيا الألم النفسي ده بيزداد حينما يتعامل مع ناس منزوع من قلوبها الرحمة ومنزوع من تصرفتها الزوقيات إنه واحد يبقف معاه وعيازا بالله يقعد يقول له أنت المرض ده جالك إمتى؟ وجالك إزاي؟ طب أنت ما بتخافش لما تسلم على حد يعني إيه؟ ويعود يعني يأذيه نفسيا أو يؤذيه نفسيا عيازا بالله أو أنه يقعد ينظر على موضع البرز بطريقة فيها إيه؟ شيء من يعني التهكم والسخرية عيازا بالله والأصل إن المؤمن لا يسخر من أي إنسان على وجه الأرض لأن محدش يا جماعة يعاير حد على مرض المرض ده ليس بأيدينا إنما هو بيدي الله سبحانه وتعالى المرض بيدي الله والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى وممكن الإنسان يعاير إنسان على مرض فيبتلى بنفس المرض عافاكم الله جميعا من ذلك فالأصل حينما نلقى إنسان مصاب بمرض البرز تمام؟ إن احنا نتعامل معه بكل ذوء وبكل رحمة لا ننظر إلى موضع البرز وإنما نتعامل معه بكل أدب وكل احترام وإذا هو اشتكى من المرض اللي عنده نقول له يا أخي سبحان الله والله العظيم يا أخي ما شاء الله ما فيه أي مشكلة خالص شكلك جميل وإحنا والله العظيم بنسعد برؤيتك وإلى آخر ذلك من الزوقيات المطلوبة من المسلم إنه يجبر بخاطر الناس اللي حواليه إذن فمرض البرز مرض لا يؤذي الإنسان الجسديا إنما يؤذيه نفسيا أسأل الله عز وجل أن يشفي كل ما نبتليه بهذا المرض الحاجة الثانية اللي النبي استعاذ بالله منها استعاذ بالله من الجنون والجنون هو زوال العقل ومدام زهل العقل يا أحبابي بخلاص ما فيش تكليف هذا الإنسان غير مكلف ولا يحاسب يوم القيامة لو ظل مجنونا لحد آخر يوم في عمره تمام كده يعني لو أصيب بالجنون من سن التكليف لحد آخر يوم في عمره لا يسأل يوم القيامة خلاص سواء غير مكلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة كان من بينهم وعن المجنون حتى يفيق أي يفيق من الجنون ويشفى من ذلك المرض طبعا برضو المجنون لا يصاب جسديا وإنما يتأذى نفسيا من معاملة بعض الناس بعض الناس بيتعاملوا معه بشيء من السخرية اللي عايز يضحك عليه واللي عايز ينكت واللي عايز يؤذيه بطريقة معينة أو يسلط عليه الصبية الصغار يرمو بالحجارة إلى غير ذلك هذا لا يجوز لأن هذا من إذاء الناس الذي نهان الله عنه ونهان عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الإنسان نرفق به نتعامل معه بإحسان وهو مثلا ما يقدرش يشتغل فما فيهش مشكلة أننا نحضر له لقمة يكلها لأنه غير قادر على الكسب لأنه لو يشتغل في مكان هو خلاص زال عقله ممكن يفسد أكثر مما يصلح فمثل هذا يتعامل له راتب شهرين والناس تحضر له كل شقة لو فيه واحد مصاب في شارع بالجنون كل شقة يبقى عليها غدا أو فطاره في يوم النهاردة أنا حضر له الأكل وبكرة حضرتك حضر له الأكل وبكرة أنت حضر له وهكذا مثل هذا الإنسان يتعامل معه الناس بكل لين ورحمة حتى يعني يربطه على قلبي وحتى يعني يقبره بخاطر هذا الإنسان وجبران الخواطر على الله لما تقبر بخاطر حد ربنا بيقبر بخاطرك سبحانه وتعالى حاجة التالتة حبيبي اللي النبي استعاذ بالله منها الجزام الجزام مرض بيصيب أطراف الإنسان لو جاء في طرف عيازا بلا يفضل يأكل في الطرف ده أصابعه تسقط كف إيده يسقط إلى غير ذلك حتى يقضي على طرف هذا الإنسان مثل هذا المرض يعني كما قال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان المصاب بالجزام أنه يخالط الناس لأنه مرض معضي جدا وبينتشر انتشار عجيب جدا فالأصل كما قال أهل العلم أنه يجب على ولي الأمر أنه يجمعهم ويحطهم في مكان آدمي مكان آدمي مش مكانه خلاص لا مكان آدمي يعيشوا فيه يكلوا فيه يشربوا فيه يتعايشوا في هذا المكان ويبعدهم عن الناس حتى لا ينتشر ذلك المرض وهذا المكان بما يسمى بالحجر الصحي في هذه الأيام فهذا المرض من أشد الأمراض انتشارا ولكن يجب علينا أيضا أن نتعامل معهم بكل رحمة وبكل إنسانية حتى لا نسبب لهم أذى نفسيا فوق الأذى البدني اللي هم عايشين فيه آخر حاجة استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم قال وسيء الأسقام سيء الأسقام ده بقى هو ده بقى اللي بقول لها حضرتك دعاء يحفظك بإذن الله من فيروس كورونا ومن كل الأمراض لأن النبي استعاذ من سيء الأسقام سيء الأسقام يشمل كل الأمراض المستعصية التي تسوء العبد التي تتعبه والتي تجهده والتي عازم بله ممكن تقضي عليه فالنبي استعاذ من كل سيء الأسقام سيء الأسقام يشمل إيه؟ يشمل العمى يشمل الشلل يشمل السرطان يشمل الإدز يشمل الكورونا يشمل ما استجد من فيروسات وما استجد من أمراض مستعصية عيازا بالله فحينما نستعيذ بالله من هذه الأربع أن أنت تقول اللهم إني أعوذ بك وأن أنت تقول يا اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الأسقام يدخل من ضمن سيء الأسقام فيروس كورونا يبقى بكده بفضل الله سبحانه وتعالى ده يبقى وقاية من عند المولى عز وجل لنا من هذا الفيروس بفضل الله سبحانه وتعالى فلا تنسوا هذا الدعاء أبدا لا تنسوا هذا الدعاء أبدا ومن علمتم أنه مريض فادعوا له بالشفاء ومن علمتم أنه عنده يعني اشتباه فينا ادعوا له أن ربنا يعافيه وادعوا الله عز وجل أن يرفع الله عز وجل هذا البلاء لكن كما قلت لكم في مقطع سابق هذا البلاء أو هذا المرض شفاء في حكتين شبر وكلمتين شبر قرب من ربنا من تقرب مني شبرا تقربت وين ذراعا إلى آخر الحديث اللي احنا نتوب إلى الله ونقبل على الله بكل طاعة ترضي الله سبحانه وتعالى فيأمر ذلك الجند بأن يرحل والحاجة التانية ليه كلمتين ليه ارحموا ترحموا نحن نتراحم فيما بيننا حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يصرف هذا الفيروس من كل بلاد المسلمين يا رب العالمين وأن يعافينا ويعفيكم من كل شر وبلاء ومرض يا رب العالمين وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة